ينضموا معي في الستوديو أستاذ الإعلام في جامعات الإمام حمد بالسعود الإسلامية الدكتور عبدالله عساف دكتور عبدالله مساء الخير وأهلا بك زعماء وقاد عرب يلتقون على طاولة القمة 28 في الأردن الكل يتأمل في هذه القمة للخروج بنتائج إيجابية لعدد من الملفات الشائكة في المنطقة مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الإخبارية أنا كمواطن عربي لتطلعات وأحلام وأمال ربما اليوم مخرجات القمة أتمنى من خلال هذه الكلمات التي أنا سمعتها هذا الحضور الأممي أيضا للحضور العربي الغير مسبوق الكثير أتمنى فعلا أن تحقق جزء كبير مما نأمله كمواطنين عرب لكن أنا في ظني اليوم في تقديري أن هناك تحديين مهمين تواجه القمة العربية التحدي الأول هو إعادة الثقة والتحدي أو بناء الثقة والثاني هو بناء أو إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة منطقتنا العربية مرت بسنوات من التيه والضياع بخلال ما يسمى بالربيع العربي أيضا التغول الإيراني في المنطقة الأحداث التي شفناها اليوم في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا كل هذه أحداث مأساوية جعلت المنطقة العربية منطقة ملتهبة اليوم هناك توجه كبير لجعل المنطقة العربية منطقة آمنة هناك ملفات كبيرة تم التوافق عليها والخروج بنتائج إيجابية اليوم رأينا العراق أيضا يلتف إلى محتواها العربي ويلتقي بخادم الحرمين الشريفين الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هذا كسر الجمود العراقي والتوجه نحو إيران طيلة سنوات عجاف من التاريخ السيء خلال الفترة الماضية اليوم العراق أحس بعمقه العربي وبحاجاته إلى أخوانه العرب وبالالتفاف إلى العرب نحن نرحب بالعراق عراقنا وأهلنا وشعبنا إذا امتد العراق أو إذا مشى العراق خطوة في الاتجاه إلى الجامعة العربية فتق تمام الثقة أن الجامعة العربية ستمشي خطوات كبيرة إلى العراق أيضا اليوم التوافق العربي اليوم على منع إيران أو عدم استمح لها من التغول في المنطقة اليوم إيران هي القاسم المشترك في مآسي المنطقة العربية في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن تجد القاسم المشترك في هذه المنطقة هي إيران لكن اليوم هناك دعوة دعوة للحوار نحن جربنا عدد كثير من القمام كانت تدعو للحوار سيد الكريم إيران دولة عقدية وبراغماتية لديها مشروع صفوي فارسي لا تؤمن بالحدود الصلبة ولذلك هي تجاوزة هذه الحدود الصلبة ولا تؤمن بالقانون الدولي إذن يجب علينا أن نتخذ اليوم خطوة إجرائية خصوصا في ظل حضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ليس الأمم المتحدة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي مطلوب منه اليوم هذه الدول أن تقاطع وتحاصر إيران اقتصاديا وأن تحاصرها دبلوماسيا بتسريح دبلوماسيها لأن إيران اليوم هي السبب التي تدعم كل الزعماء العرب اليوم تحدثوا عن مكافحة الإرهاب مكافحة الإرهاب هناك من يمد الإرهاب هناك رأس تمد هذا الإرهاب يجب أن تجفف بشرايين أو منابع هذا الإرهاب عندما تحاصر إيران اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا أقل شيء اليوم العالم الإسلامي يحاصرها سيضغط كثيرا بهذا الاتجاه هنا خطوة إجرائية أكثر في تقديري من قضية الحوار والتفاهم الفارسي أو العقلية الفارسية عقلية صليفة ومتجبرة ولا تقبل الحوار وترى أنها فوق العرق العربي نعم دكتور أعود إلى كلمة خدم حرمي الشريف الملك سلمان أمام هذه القمة ومام قادة العرب ركز على أن كما ذكرت في حديثك أن أخطر ما يواجه الأمة العربية هو التطرف والإرهاب لا شك أنا اليوم استمعت كلمة خدم الحرمين الشريفين في جوزء كنت أتمنى أن يعلق عليه هو قضية إعادة بناء الجامع العربية من جديد أيضا لا شك أنه اليوم الطائفية الإراق كان بلد واحد متماسك أمامنا نموذج أتحدث عن العراق لأني أتحدث بحرقة على هذا البلد العربي الجار والصديق والمسلم كان من المعيب أن تسأل أن يسأل جار جار أنت شيعي أو سني دخلت إيران وأذكت الطائفية وأصبح الإنسان يقتل على هويته وعلى مذهبه وعلى توجهه الجميع يعبد ربا واحد الدم المساء الذي يسفك في العراق وفي سوريا وفي اليمن هو دم عربي ليس دم فارسيا إذن يجب اليوم أن نصح من هذه الكبوة يجب هذه الصدمة أن تعيدنا اليوم لنصبح أقوى لنتحد جميعا في هذا العدو الذي يتغول الآن في منطقتنا وينتشر كالسرطان كالمرض الخبيط ينتشر اليوم في الوطن العربي ليس هناك بلد عربي لم يسلم من هذا بشكل مباشر أو غير مباشر إذن اليوم هناك إجماع عربي على مكافحة هذا السرطان الخطير الذي ينتشر أنا جدا سعيد اليوم على أن توافق الزعماء العرب على وجود مكافحة إيران وقف التطرف والإرهاب هذا من المفاة الشائكة لأنه إذ لم تكافح الإرهاب لم تصبح منطقتنا تنموية لن يتجذب الاستثمارات التي أنت ترغب فيها سنظل نتقاتل وندور في دوامة ليس لها أول ولها آخر من التيه والضياء نعم دكتور أريد أيضا تعليقك على اللقاءات التي عقدها خادم الحرمين شريفهم عدد من الزعماء والقادة على هامش نعقاد هذه القمة هي أولا تعكس الريادة السعودية لإخوانها العرب الملمكة العربية السعودية الرياض هي بوابة العرب وهي عاصمة العرب أيضا هناك ردود على من تكحن بأنه هناك برود في العلاقات السعودية المصرية رأينا هناك خادم الحرمين الشريفين مع أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يخرجا من الاجتماع إلى أقرب قاعة ويتحادثان ويتبادلان الحديث ويوجه خادم الحرمين دعوة للرئيس المصري وكذلك يقبلها الرئيس المصري ويدعو أيضا خادم الحرمين الشريفين لزيارة مصر كل هذا يعني أننا فعلا المملكة العربية السعودية قادرة على احتضان العرب وهي بيت العرب وهي ملجأ العرب أيضا مع رئيس وزراء العراق كان هناك لقاء وغيرها من اللقاءات الثنائية إذن يجب أن نخرج تكون مخرجات هذه القمة قمة مصالحة عربية عربية نخرج منها ونحن أقوى مما كنا وننبذ الماضي ونفتح صفحة جديدة اسمها صفحة العرف في البحر الميت وتكون إن شاء الله إحيال للتضامن العربي بإذن الله جميل جدا الدكتور عبد الله العسار قضيفي في الستوديو شكرا جزيلا شكرا لكم